على ماذا دربت الولايات المتحدة الجيش الأفغاني 19 عاما تقريب نحن فقط لم ندرب الجيش الأفغاني ولكن أنفق مئات المليارات من الدولارات على الخدمات الاستخباراتية والعسكرية الولايات المتحدة استغرقت الكثير من الجهد والأموال البنتاجون تحديدا ركز الكثير من الجهد ووجدنا هذا الانهيار والناس كانوا يتقادون الكثير من الأموال كان هناك الكثير من الفساد بالفعل كان لديهم المعدات المطلوبة ولم يكن هناك مفاجأة عندما ننظر إلى سرعة الانهيار وعدم قدرة الوقوف أمام طالبان وفقا الاستخبارات هي التي لا تعترف بمثل هذه الحقائق لكن سيد لورانس كذلك المعلومة كانت غيبة تماما حتى ليلة أمس كان المسؤولون الأمريكيون يؤكدون أن وصول طالبان إلى كابل سيستغرق أياما ربما أسبوع أو أسبوعين إلى هذه الدرجة كانت غائبة المعلومة عن أمريكا عما يدور في أفغانستان مرة أخرى أعتقد بأننا لسنا على وعي بما يحدث على الأرض على سبيل المثال مدى الفساد الذي كان في المؤسسات العسكرية كنا نعرف أن هناك فساد في الحكومة لم نكن نعرف أن هناك فساد في العسكرية والمؤسسات العسكرية الرجال والنساء في المؤسسات العسكرية لم تكن لديهم القدرة لم يكن لديهم المعدات أعتقد بأن التركيز كان أكثر على القيادات ولم يكن التركيز على الوحدات الفعلية على أرض الواقع وبالتالي فلم تكن هناك لديهم القدرة لوقف طالبان على تحقيق هذا الانتصار العسكري ترجمة نانسي قنقر